البلاد على موعد مع أمطار وعواصف رعدية تتأثر البلاد ابتداء من الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من اندماج منخفضين جويين أحدهم من البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة والثاني من البحر الأحمر الذي ترافقه كتلة هوائية دافئة نسبيا ورطبة وعليه سوف يكون الطقس في المناطق كافة غائما ممطرا مع حدوث عواصف رعدية أحيانا مع تساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وكان هناك تحذير من المتوقع تشكل السيول في الشريط الحدودي الشرقي للبلاد تكون الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة خاصة في الأقسام الشرقية تتخلى له فترات تحسن بين الحين والآخر وتستمر هذه الحالة لغاية يوم السبت باستثناء المنطقة الجنوبية حيث يتحسن فيها الطقس مساء يوم الجمعة أما المنطقة الشمالية فيستمر الطقس فيها بين غائم جزئي إلى غائم مع أمطار خفيفة إلى متوسطة تشدة الرياح سوف تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعة من 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط على فترات إلى 30-40 كم بالساعة ويتراوح مد الرؤية على العموم بين 3 إلى 6 كم وذلك بحسب غزارة الأمطار أما درجات الحرارة فسوف تشهد انخفاضا بضع درجات اعتبارا من يوم السبت